أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة عن نتائج المجايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحية الغربية وخليج السويس المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي طفرة كبيرة في قطع الطاقة شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة وأرقام جيدة تتحقق في ملف النفط والغاز تبشر بمرحلة جديدة من الاكتشافات والإنتاج وتسعى مصر لاستكمال مسيرة النجاح التي حققها القطع النفطي في السنوات الماضية حيث استهلت العام الجديد بالإعلان عن ترسية ثمان مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز تستهدف حفر نحو 33 بئر جديدة هذا وأعلنت الحكومة نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن النفط والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وتم الترسية ثمان مناطق تضم منطقتين بالبحر المتوسط وأربع مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس على شركات محلية وعالمية بإجمالي مساحات تقدر بنحو 12.3 ألف كيلو متر مربع وبحد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 250 مليون دولار هذا وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع انتاج النفط والغاز في مصر خلال عام 2021 ليسجل 82.4 مليون طن من النفط بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.4% وكان نصيب النفط والمكثفات نحو 28 مليون طن ونحو 53 مليون طن غاز طبيعي ونحو مليون طن بوتجاز بخلاف البوتجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية جهود حثيثة تبذلها الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتوسيع نطاق الاكتشافات المختلفة لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى أحد مراكز تداول الطاقة في المنطقة اشتركوا في القناة